السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايك حبيب عاملين ايه رب كلكم تكونوا بخير واهلا وسهلا بكم جميعا في قناة مروة زهراء ان شاء الله النهاردة هقدم لحضراتكم فيديو خاص بالصف الثاني ابتدائي في مادة اللغة العربية الفصل الدراس الاول لعام 2022 هنشرح مع بعض النهاردة القصة القصيرة بانوان عندي موهبة وهناخد مع بعض اقسام الكلام بطريقة بسطة جدا في الجزء الخاص بالنحو قبل ما ابدأ الفيديو بتمنى كلكم تدعموني بلايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعالوا الجرس على علامة الكل عشان يوصلكوا اشعارات بالفيديوهات الجديدة اللي هنزلها ان شاء الله وكمان سيبوا اسماءكم في التعليقات عشان ابدأ اتعرف عليكم عندنا النهاردة بقى قصة يا حبيبي قصة بتاعتنا بسطة جدا وسهلة بس انا قبضي ما اشرح فيها حبق الاول اشرح لكم النحو الجزء الخاص بالنحو عندنا النهاردة بعنوان اقسام الكلام اي كلمة بتكلمها يا حبيبي بيكون عبارة عن ثلاث انواع الاول حاجة لا اما اسم لا اما فعل لا اما حرفة هنتناول مع بعض النهاردة الفعل بطرقة سهلة جدا علشان دل هنبدأ نطبق على الافعال الموجودة في الدرسة عندنا اول حاجة الفعل عندكم هو ما يدل على حدوث شيء في زمن معين سواء الزمن ده ممكن يكون في الماضي او في المضارع او في الامر ده اول حاجة تعريف الفعل الفعل الماضي بقى شايفين حدث انتهى يعني حاجة حصلت وانتهد خلاص هو ما يدل على حدث ووقع في زمن الماضي زي ما اقول لك ايه زي ما اقول لك مثلا قرأة كتبا دخلا جلسا زي قرأ كل دي حاجات انت عملتها وانتهد وخد بالك ان مستحيل الفعل يقبل الالف واللام او التنوين الفعل ممكن لا يستحالة يقبل الالف واللام في بدايته او يكون منون او تكون نهايته تقى مربوطة لان الحاجات اللي انا بقولها دي علامات الاسم كمان بيقول لك الفعل دي لا علامات علامات الفعل الماضي تاق التأنيس وتاق الفاعل وتاق التأنيس دي هي اللي خاصة بالدرس بتاعنا النهاردة اول حاجة تاني علامات الفعل الماضي تاق التأنيس تاق التأنيس دي بقى عزان نحفظها مع بعض بتكون ساكنة عند اتصالها بالفعل الماضي بتكون عليها سكون ويفتح ما قبلها يعني الحرف اللي قبلها بيكون مفتوح زي مثلا كلمة درسة فاطمة وخدوا بالقلو الاسم اللي بيجي بعد تاق التأنيس على طول بيكون اسمه مؤنس يعني خاص بالبنت لعبة جميلة درسة فاطمة تاني هقول لكم تاق التأنيس دي بتكون ساكنة عند اتصالها بالفعل الماضي ويفتح ما قبلها يعني الحرف اللي بيكون قبلها بيكون عليه ايه فتحة شايفين بقى في الدرسة بتاعنا النهاردة عندي كلمة ذهبت دي تاق تأنيس بالفعل الماضي والتاق اللي قدامكم دي اسمها تاق التأنيس عندي كلمة شاهدت شايفين قدامكم ما هي دي تاق ساكنة علىها سكون زي ما انا بقولكم اهو دي اول حاجة عند اتصالها بالفعل الماضي رقم اتنين يفتح ما قبلها الحرف اللي قبلها بيكون مفتوح زي ما انتو شايفين رقم ثلاثة عندي كمان كلمة ضحقت كلمة سألت كلمة ايه كمان كلمة قالت كل دي اسمها افعال ماضية متصل بها تاق التأنيس المس او المدرس بتاعك وقفك في القلاس ويقول لك حديد لنوع التاق اللي قدامك دي دي اسمها تاق التأنيس تاق التأنيس دي بيكون تاق ساكنة عند اتصالها بالفعل الماضي وكمان بيفتح ما قبلها يعني الحرف اللي قبلها بيكون مفتوح هنبدأ باخد ناخد مع بعض الحكاية بتاعتنا بيقول زهبت سلمة مع فصلها في رحلة مدرسية الى السرك وهناك شاهدت عروض الحيوانات وعرض الساحر وضحقت كثيرا على عرض المهرج اول حاجة كلمة زهبت دي فعل ماضي زي ما انا قلت لكم والتاق التأنيس كلمة معنى زهبت معناها اه معنى كلمة زهبت معناها رجعت ومضادها عادت او رجحت اه بعد كده كلمة سلمة دي اسم اسم انسان وعند الاسم ليه علامات او الاسم هو ما دل على اسم انسان او حيوان او نبات او جماد او صفة او اسم اشارة او ضمير دي اسمها تعريف الاسم علامات الاسم اي كلمة بتبدأ بالالف واللام بالتاق المربوطة التنوين ويسبقه حرف جر يسبقه حرف نداء دي اسمها علامات الاسم عشان لو جيه يقول لي استخرج من الفقرة التي امامك اسم وبين علامته تبقوا انتوا عارفين مع حرف جر في حرف جر وقلنا حرف الجر من وإلى وعن وعلى وفي والباء والكاف واللام رحلة لتنوين بالكسر مدرسية تنوين بالكسر الى حرف جر السرك اسمه مجرور وعلامة جره الكسرة زي ما انتوا شايفين كده وكلمة السرك دي لام شمسية وبها حرف مشدد حرف السين وتبقوا انتوا عارفين على طول ان اللام الشمسية دي هي اللامة التي تكتب ولا تمتق وما بعدها يكون مشدد عشان لو جاب لي قال لي استخرج من الفقرة التي امامك كلمة بها حرف مشدد او حرف مضاعف وما عندكش تشكيل تبقى عارف ان الحرف اللي بيجي بعد اللام الشمسية على طول بيكون حرف مشدد وهناك شاهدت معناها رأت وقلت لكم ان ده فعل ماضي متصل بتاء التأنيس وتاء التأنيس دي بيكون تاء ساكنة والحرف التي قبلها بيكون حرف مفتوح او يفتح ما قبلها عروض وتاني كلمة شاهدت دي كمان فيها مادة بالالف وبتنتهي بتاء مفتوحة عروض مفردها عرض ومعنى كلمة عروض معناها تقديم الحياة حيوانات لم قمرية تاء مفتوحة مادة بالالف كل دي حاجات موجودة في كلمة الحيوانات وعرض الساحر الساحر لام شمسية زي ما قلت لكم وفيها مادة بالالف وكلمة اسم لانها تبدأ بالف ولام وضحقت فعل ماضي متصل بتاء التأنيس تاء تكون ساكنة ويفتح ما قبلها كثيرا تنوين بالفتحة على حرف جر عرض جمعها عروض المهرج جمعها المهرجون عندي سؤالين هنا في الفقرة دي اين زهبت سلمة مع فصلها هنقول زهبت سلمة مع فصلها في رحلة مدرسية الى السرب ده اول سؤال عندي حبيب السؤال التاني ماذا شاهدت سلمة في السرب شاهدت ايه شاهدت عروض الساحر وعروض الحيوانات وعرض الساحر وضحكت كثيرا على عرض المهرج هلت نيل مع بعض على الفقرة التانية واسناء عودتها من الرحلة معناها كلمة اسناء معناها خلال ودي جاي في الكتاب المدرسي معناها كلمة اسناء معناها خلال عودتها من الرحلة جمع الرحلة الرحلات والرحلة دي لام شمسية ونستحسن بقى عندنا نعمل كشكول الاساليب والتراكيب بتاعتنا ونبدأ نستخرج كل اللام الشمسية واللم القمرية والاسم والفعل وشروف الجر في ايه على الدرس اللي انا بقوله ده رقم ثلاثة سألت سلمة المعلمة كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع خدوا بالكم بقى هو ده هنا جايب لأسلوب اسم وأسلوب الاستفهام اللي احنا خدناه قبل كده وعرفنا أسلوب الاستفهام بيتكون من ايه من اداة استفهام جملة علامة استفهام رجعوا معاي عشان ما تنسوش كلمة سألت مضادها اجابت ودي فعل ماضي متصل به تاعت تأنيس لو حاجة تقولك يعني ايه تاعت تأنيس تقولي هي تكون ساكنة عند اتصالها بالفعل الماضي ويفتح ما قبلها يعني الحرف اللي قبلها بيكون مفتوح سلمة دي اسم إنسام المعلمة جمعها المعلمات وكمان كلمة المعلمة فهلام قمرية وكلمة المعلمة تنتهي بتاء مربوطة وكلمة اسم كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع قلنا إن دا اسمه أسلوب استفهام بادئ بأداة استفهام كيف وبينتهي بعلامة استفهام وعند الجملة يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع وهذه دي اسم من أسماء الإشارة ونفتكر مع بعض أسماء الإشارة ونحفظهم بالترتيب عشان ما ننفهمش هذا هذه هزان هاتان هؤلاء دي اسمها أسماء الإشارة وعند ذلك وتلك وأولئك دي اسمها أسماء الإشارة للبعيد ومعنى كلمة يستطيع معناها يقدر ومضادها يعجز ويستطيع دافع بعد كده الساحر عمل جمع الساحر الصحراء أو الساحرون وكلمة الساحر زي ما أنا قلت لكم قبل كده فيها هلام شمسية وفيها مادة بالألف وفيها حرف مشدد حرف السين هنتناقل الفقرة الرابعة كل واحد نشوف المعلمة بقى لتلاها إيه يبقى للوقت السؤال عندي هنا ماذا سألت سلمة المعلمة كيف يستطيع الساحر عمل كل هذه الخدع نشوف المعلمة ردت وقالت لها إيه كل واحد يا سلمة عنده موهبة السؤال عندي هنا بما أجابت المعلمة على سلمة المعلمة لتلاها إيه كل واحد واحد دي فيها تنوين بالكسر يا سلمة دي أسلوب نداء عنده موهبة ومعنى كلمة موهبة معناها مقدرة وجمعها مواهب بعد كده قالت سلمة في نفسها وهي حزينة أنا لست موهوبة قالت فعل ما دي مبني على الفتح والتأديتاء التأنيس زي ما أنا قلت لكم وسلمة دي اسم إنسان في دي حرف جر وهي قلت لكم من أقسام الكلام حروف الجر أو حروف العطف وخدنا حروف العطف قبل كده الواو وثم وفاء وأو وهي حزينة وهي دي ضمير غائب وخدنا ضمائر الغائب هو وهي وهما وهم وهن حزينة وهي حزينة فيها مد بلياء وبتنتهي بتاء مربوطة وكمان فيها تنوين بالضم أنا ضمير متكلم ضمائر المتكلم اتنين أنا ونحن لست موهوبة ده تنوين بالفتح قدامكم وهي وفيها مد بالواو والكلمة اسم وأي كلمة قدامكم فيها تنوين تبقى على طول اسم من علامات الاسم تاني أي كلمة بتبدأ بألف ولام أي كلمة بيكون في نهايتها التنوين نهايتها التأل مربوطة يسبقه حرف جر يعني بيكون قبله حرف جر اللي بيجي بعد حرف الجر على طول بيكون اسم رقم خمسة بيسبقه أداة نداء أو يسبقه حرف النداء يا أقولكم تاني علامات الاسم الألف ولام التأل مربوطة التنوين اعرفوا الثلاثة دول على قدكم دلوقتي هنتناول مع بعض الفقرة اللي بعد كده وفي اليوم التالي للرحلة معناها كلمة التالي معناها الذي بعده وكمان كلمة التالي ديت فيها لام شمسية ومضاد التالي السابق وفيها مد بالألف بعد كده للرحلة طلبت المعلماء من التلاميذ التلاميذ مفردها التلميذ وكمان كلمة التلاميذ اسم وكمان كلمة التلاميذ فيها مد بالياء وكمان عندي كمان أن يرسموا ما أعجبهم في الرحلة أنهم يرسموا ما أعجبهم في الرحلة بعد كده فرسمت سلمة صورة جميلة ركزهم عشان ما حدش يقول رسمة لوحة لا هي رسمت صورة جميلة ومعبرة عما أعجبها بالرحلة السؤال اللي عندي هنا ماذا طلبت المعلماء من التلاميذ طلبت المعلماء من التلاميذ أن يرسموا ما أعجبهم في الرحلة بعد كده عندي السؤال التاني ماذا رسمت سلمة رسمت سلمة صورة جميلة ومعبرة عما أعجبها بالرحلة بعد كده كمان عندي كلمة ايه كمان الفقرة السبعة وعندما عرضت لوحتها على المعلمة لما بقى بيينت اللوحة بتاعتها للمعلمة ابتسمت وقالت لديك موهبة الرسم يا سلمة عندك موهبة الرسم يا سلمة يبقى ماذا قالت المعلمة لسلمة قالت لها لديك موهبة الرسم يا سلمة آخر فقرة بقى عندي في الدرس صاحت سلمة وهي سعيدة وقالت عندي موهبة ما موهبة رسمة بسمة ما موهبة سلمة موهبة الرسم صاحت فعل ماضي مبنى على الفتح والتأتاء التأنيس زي ما قلت لكم سلمة ده اسم هي دي ضمير غائب سعيدة دي كلمة اسم فيها تنوين بالضم فيها مد بالياء وقالت كلمة فيها تأم مفتوحة كمان عندي موهبة موهبة قلت لكم معناها مقدرة ومضادها عجز بعد كده فيها تأم مربوطة فيها تنوين بالضم جمع موهبة مواهب بعد كده عمدي كمان هنا عرض لي في الكلمة وجمعها أنا قلت معكم المعاني كلمة عرض معناها تقديم كلمة مهمة يستطيع بمعنى يقدر كلمة مهمة التالي الذي بعده موهبة مقدرة أثناء خلال الكلمة وجمعها قلتها معاكم وأنا بشرح موهبة مواهب لوحة لوحات صورة صور الرسم الرسوم اليوم الأيام المعلمة المعلمات الساحر الصحر الرحلة الرحلات بعد كده عمدي كمان كلمة مفردها الخضع مفردها الخضعة التلاميذ التلميذ الحيوانات الحيوان عروض عرض هتناول معاكم حل بعض أسئلة الكتاب المدرسي يا دي موجودة الأسئلة دي موجودة في الكتاب المدرسي عشان أساهل عليكم شاهدة عمر الكطة في الشارع معناها شاهدة معناها رأى اشترك أخي في العرض العرض معناها التقديم يفرح الأطفال أثناء نزول المطر أثناء معناها خلال يستطيع الفريق تحقيق الفوز معناها كلمة يستطيع معناها يقدر ومضادها يعجز وكلمة مهمة جدا رمضان هو الشهر التالي لشهر شعبان معناها كلمة التالي الذي بعده كلمة مهمة بعد كده عندي الأسئلة سهلة جدا يستطيع الساحر عمل الخضع ضحقت سلمة كثيرا على عرض المهرج أين شاهدت سلمة عروض الحيوانات في أسترك ما موهبة سلمة الرسم ذهبت سلمة مع فصلها إلى استرك رأت سلمة صورة عما رسمت سلمة صورة عما أعجبتها في الرحلة عرضت سلمة لوحتها على المعلمة كانت سلمة في النهاية سعيدة في النهاية قالوا كانت سعيدة موهبة سلمة هي الرسم بعد كده جايب لي بيقول لي ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخاطئة ذهبت سلمة في رحلة مع أسرتها طبعا الإجابة خاطئة كانت سلمة حزينة في البداية الإجابة صحيحة سلمة عندها موهبة الغناء الإجابة خاطئة عند موهبة الرسم اكتشفت المعلمة موهبة سلمة عندما رسمت صورة إجابة صحيحة يستطيع المهندس عمل الخدع إجابة خاطئة ده الساحر هو اللي بيقدر يعمل الخدع أنا عرضت معاكم الدرس عرضت معاكم الأساليب والتراكيب الخاصة بالدرس الفعل بطرقة بسيطة جدا وخاصة تاق التأميس ركزنا عليها وإحنا بنشرح يارب بكون قدمتلكم معلومة مفيدة دعواتي لكم جميعا بالنجاح والتوفيق تحياتي لكم مروة زهرة اشتركوا في القناة